شفتم يا أصحابي اشترت ايه؟ يا سلام يا فلافيلو ايه المايك الجميل ده؟ ايوة انا بابا يشتره الانبارع ومسلني جدا وجميل بتعملوا ايه؟ بتتكلموا أسناء الحصة ويه المايك اللي معاك؟ شيل المايك ده يا فلافيلو يا أم هاخده منك لا لا يا ميس انا بحبه اهجل وخلاص قلنا بقى يا فلافيلو اشترته منين؟ اشترته من عامو بتاع المايكات تقدروا يا أصحاب ايته كمان تشتروا يلا بقى بينا علشان نروح بيب بيب يلا حباي بركبل بس علشان المدرسة اهو يا عمو احنا جايين لا 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 بيب بيب يا سعوة عالمدرسة مروحين ماما يا ماما نعم يا سنبا عملت ايه بمدرسك النهاردة؟ مش مهم بقى يا ماما المهم اننا نفسي اشتر المايك اللي كل اصحاب اشتروا مايك ايه؟ انت ادخل على امتحنات مفيش مايك ولا اي حاجة يا لما عليكم الولا ده بيعيط لها امو سنبا الايه؟ عائوز مايك وعائوز لعبة دلوقتي واحنا خيرا زخنا على امتحنات ااهياها منش ده وانا عايوز مايك زي اصحابي ايه خلاص خلاص مソدعناش يلا يلا نشتري المايك برضو يا بو سنبا عالش بقى يلا تعالوا اشتروا المايكات الجميلة زافايزا هيبقى ببيتك يلا اشتروا المايقات الجميلة يلا يلا السلام عليكم وعليكم السلام ازاك عمى بو سنبا اتفضل اتفضل. اه لو سمحت اديني المايك بكامل مايك ده. دا عمل بسينبا عمل تلتمائة جنيه. ياه دو غالي جدا. مع الخبا يا بابا. انا عاوز اشتري. طيب بقى. ما تقوليش على حجر طول شهر النهار. يله بقى. از palabraي عمل فلوس. شكرا جدا مبروك عليك يا حبيبي. اهه المايك. اهه حلوس واجبتك الاول يا سينبا. بعدان الاعب بالمايك. حاضر حاضر يا ماما. لما جرب المايك يا سلام أنا الفيل الطيب أنا أنا الفيل الطيب يا سلام صوته جميل قوي يلا تعالوا اشتروا المايكات الجميلة مين اللي عاوز المايك؟ مين اللي شايف صوته حلو وهيغني وهيقدم في زفويس يلا يلا لو سمحت يا عاما أنا عاوز مايك حاضر يا ميمون يا حبيبي اتفضل المايكهو ده ب300 جنيه معاك ب300 جنيه ايو ايو يا عامو اتفضل اهو شكرا يا حبيبي لما عدا غني كده كان عندي ثلاث عصفير سوسو بينا بابا كان عندي ثلاث عصفير سوسو بينا بابا ايه جنب في اسمي البركير خضف لي عصور البيب يا سلام لعبة جميلة قوي لما اخدر راح افراجه على ماما يا ماما يا ماما شفت المايك ده يا خبر انت يا ابني ودت المصروف كله وما دفعتش فلوس الدروس واشترت مايك ما عليش بقى يا ماما انا نفسي فيه المهم بذاك الدروسك عنشان احنا دخلنا على الامتحانات حاضر حاضر يا ماما ما تقلقيش يالله تعالوا اشتروا المايكات يالله زافيسة هيبقى بيتكم يالله 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 لو سمحت انا عاوزة مايك البنت الزرافة طبعا طبعا يا خلط الزرافة اتفضلي ده عامل تلتميت جنيه تلتميت جنيه يا خبر ليه غالي كده طبعا ده بيردد الكلام وبيعمل صوته عال انت فاكرة ايه طيب يا عم تفضل الجلوس اهو اتفضلي يا ست الزرافة المايك شكرا جدا يا ماما يالله يا حبيبتي اقعد زاكرة وبعدين لعب بالمايك ما تخلوش عطارك علشان الامتحانات خلاص على الابواب حاضر حاضر يا ماما ما تقلقش اما افتح الكتاب كده لما ملعب شوية بالمايك مش هيحصل حاجة انا اتقوطة القدرة اتعشرتها يا حرام يا حرام الحرام يسر القدرة يا حرام يا زلام ده جميل جدا انا صوتي بقتاش صوتي جميل قوي يا ماما انا عاوزة مايك زي كل اصحابي مايك مايك اي يا بتي يا غزيلة المايك يا ماما بيغنف وبيعمل صوت عالي وبيخلي صوتنا حال ممكن تشترهولي لا طبعا مش هشترهوليك احنا داخلنا على الامتحانات ولازم نذكر ونركز لا يا ماما ربنا يخليك طيب طيب ما صدعيني اشيالا نشتريه يالله تعالوا اشتروا المايكات زافويسة يبقى بيتكم يالله يالله تعالوا اشتروا لو سمحت يا حبيبي بكامل مايك اللي عندك ده ده يا ستة هانم عمل 300 جنيه الحقي بقى اخر مايك عني يا خابر اخر مايك اشترهولي يا ماما خناص يا حبيبي اشترهول مش نقصين صداع اتفضل الفلوس اهي شكرا يا هانم يالله بقى يا حبيبتي اعودي زاكري زي الشطرة حاضر حاضر يا ماما يا سلام بنت الغزالة شطرقاوي قاعدة زاكر فقدتها وبتسمع الكلام يارتني كنت اشترتهولها من زمان انا اتقوطة انا تذكورة انا حلوة وآيانة جميلة يا سلام يا سلام ياه دفوط الحدو اول مخالي ده ملعب بكم يا خبر ايه الجرس ده سلام عليكم ازيك يا ست الغزالة وعليكم السلام يا بقر عاوز ايه يا حبيبتي انا جاية يا حبيبتي علشان انا مش عارفة انا من الصوت العالي اللي عندكم في حد عمال بيغني وانا صدي وانا صدحت والعيال صدحت عاوزيني نامي الساعة نشر بالليل ما عندناش حد بيعمل حاجة دلوقتي لا بنتك الغزالة قاعدة بتغني يا غزالة يا غزالة انت قاعدة بتعملي ايه انا كنت برعب شوية بالمايك يا ماما يا خبر ابيض وانا اللي فاكراك يا بتي بالزاكري عاوزة تساطي يا بتي وشيني ملاحي لا خلاص يا ماما هروح ازاكر انا سيمبا ملك الجايبة وكل الحيوانات بتخاف مني انا سيمبا انا سيمبا انا سيمبا ملك الجايبة يا خبر انت لسه قاعد تغني بالمايك الحد دلوقتي ما علاش يا ماما اصله بيعمل انوار جميلة وبيردد استطوصته جامل اوي يا ماما خلني يلعب شوية بكرا يا ابن عندك امتحان ذاكر شوية سلام عليكم يا عم ابو سيمبا اهلا اهلا مش حضرتك المس بتاع السيمبا ايوه و جايباله النتيجة معايا ونزعلنا منه جدا جدا علشان نتيجته كانت زي الزفت كان واخذ صفر من عشرة يا خبر ابيض صفر من عشرة بعد المذاكرة دي كلها لا وهو مش هو الوحده ده كمان كل حيوانات الغابة انا مش عارف ايه اللي حصل لهم ده كان مستوام كويس جدا يا خبر اكيد بسبب المايك اللي بيتباع في الغابة طيب عن اذنك يا ابن مبسمة المهم الترمي اللي جاي تاخد منه المايك ده والولا لازم يذاكر اكيد اكيد يا ستهانم سلام عليكم يا خلتم وميمون اهلا اهلا انت بش المس بتاعت ميمون ايوه جايبة وجايب له النتيجة جايب صفر من عشرة يا نهر ابيض صفر من عشرة ليه محلش حاجة في الامتحان تقريبا كده في حاجة عطلتهم الحيوانات كلها جايبة درجات وحشة جدا اكيد بسبب المايك انا قلت اخرت المايك ده لا لازم ترمي التاني شد حلو وتاخد منه المايك ده طيب طيب يا اختي كتر خيرك سلام عليكم يا خلتم الظرافة اهلا اهلا مش حضرتك المس بتاعت الظرافة ايوه جايب يا وجايب اشتكيلك منها بنت الجايبة درجات وحشة جدا التلمي ده وانا خايفة عليها تسأب يا خبر ابيض دي بالذاكر وشطرة هي كانت فعلا شطرة بس المايك اللي بيتبيع في الغابة هو ده السبب طيب طيب خلط انا خلط هعشوا منها مفيش مايكات تاني من النهاردة اتعم بتاع المايكات يلا بقى يلا روح ببيع في الغابة تانية كفاية الحيوانات بتاعتنا كلها سيطة الترمي ده بسببك بعد ما كانوا شطرين وبيذكروا وبيطلعوا الاوائل فيقى عم ابو سيمبة انت جاي تقطع عيشي ولا ايه يا جدع لا يا عم مش جاي اقطع عيشة بس الحيوانات انت سببت لها ان هي دوعت كده قدام المايك بيغنوا وفاكرين نفسهم تامر حسني لا يا عم خلاص انا همشي من جابتكو الله الغنى يا تمشي يا تدخل السجن اختار حاجة من الاتنين قلتلك همشي عم ابو سيمبة سلاموا عليكم كويس جدا اللي انت عملته ده يا عم ابو سيمبة ده كان قرار حلو قوي كده حيواناتنا هيقدروا يذاكروا وهيركزوا وما فيش العب غرف في الصيف